في شأن آخر أكد وزير الخارجية سمح شكري عمق العلاقات التاريخية بين مصر وأرمينيا والتي تستند إلى دعم شعبي راسخ خلال استقباله وزير خارجية أرمينيا أرارات ميرزويان اتفق الوزيراني على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجري خاصة في مجال الأدوية كما تمت مناقشة مقترح تدشين خط طيران مباشر بين البلدين وحول تطورات النزاع بين أرمينيا وأذربيجان أعاد الوزير شكري التأكيد على موقف مصر الثابت بشأن أهمية حل النزاعات بالطرق السلمية حفاظا على مقدرات الشعوب وحماية للأرواح ومن جانبه أكد وزير خارجية أرمينيا أن بلاده تعتبر مصر بيتا ثانيا للأرمن وأن السلطات الأرمينية بصدد القيام بإجراءات لتسمية أحد شوارع العاصمة باسم مصر وتطلعه لأن يتم افتتاحه بحضور مصري ترجمة نانسي قنقر